مدام بدأت الدراسة طبعاً سواءً للطلاب الجمعيين أو المدرسيين فاليوم نتكلم كيف تختار لابتوب أو جهاز مناسب للدراسة تمام فرح نتكلم اليوم إن شاء الله عن أهم النقاط التي يجب أنك أو اللي لازم تراعيها لما تيجي تشتري لابتوب جديد أول نقطة وهي حجم الشاشة طبعاً بما أنك كطالب فرح تتعامل كثير مع بحوث مع فيديوهات ويمكن تقود عليه لساعات طويلة يمكن تكون كل دراستك على لابتوب للطلاب الجمعيين مثلاً فلاازم تختار حجم الشاشة مناسب ما يكون صغير وما يكون كبير ننصح أنها تبدأ من 13 أنش وما تكون كبيرة كثير عشان العيون لأنك لو كانت كبيرة كثير راح تحتاج تكون بعيد عن الشاشة ممكن تعطونا التجاربون بالشاشات أنا عن نفسي كشخص 24 ساعة يحتاج يقرأ شيئاً على شاشته قلت بدل ما أشتري لي شاشة من الأشياء التي تكون لها حقتها عالية ويكون حجمها تقريباً أتلقاها صغيرة أتلقيت لي واحدة أرخص وتقريباً أخلي قولها تلفزيون مجرد أن تصغر خط الشاشة شويتين يصنع عندك خط كبير وحرفياً تقدر تقرأ كل شيء بشاشة واحدة زر النزول في الملفات أنساها هل يكون الخط واضح أو يكون مرة صغيرة؟ لا يكون الخط واضح حتى لو أني صغرته من إعدادات النظام حلو يعني إذا حطيت إعدادات النظام بيطلع الكلام القديدي يا سافر وأنا عندي الشاشة يعني مش استفدنا لازم أصغرها أجب أن تنتبه يا عبد الله أنك تكون بعيد عنها عشان عيونها طبعاً نعم كلام ما معروف أيضاً إذا الشاشات العادية الصغيرة الأصح أنك تكون بعيد عنها مسافة يدك إذا أنت تمد يدك وما تلمس الشاشة كده كويس ممتاز صدقت على طريق الشاشات الماك بوك برو الجديد من أبل الشاشة حق الألوان الحقيقية ليست ألوان رجي بي الألوان كلها حقيقية سأعطيك نسبة أكبر ودقة في الألوان أكثر شيء يمكن يخلي شخصي السبب يعني أنت ما عرفت أنك لازم تهتم فيه بخصوص الشاشات هو موضوع الألوان مرات تطيرح شاشة تشوف أنها كبيرة هرتز حقه حلو استهلاك الطاقة مبعالي كويسة كل شيء إلى ما تكتشف أن الألوان مهن ذاك الزوت الألوان اللي تشوفها الشاشة مبنفس الألوان الحقيقية يوم تكون ورطة لو أنك مثلا قاعد تسوي بحوث تحتاج صور كثيرة فالألوان اللي تعينك فركزوا فيها المرة الجاية لما تشتري شاشة يمكن تلقى واحدة مرة رخيصة إلى ما تكتشف أن الألوان حقتها ايتبت بالضبط فحاجتين قلوا أن تتبع عليهم حجم الشاشة والألوان حقتها فهي حاجتين مهمتين وخصوصي إذا كنت طالب جامعي أو سواء كنت طالب مدرسة أو مثلا تستعمل برامج التصميم أو تسوي بحوث كثير فالألوان تكون عندك جدا مهمة لكي تكون نفس الألوان تشتغل عليها يشوفوها الناس طيب ثاني نقطة عندنا هي اختيار المعالج والرمات أو ذاكرة العشوائية المناسبة طيب مين مننا يا شباب كل ما يضغط زر يقول ساعة يحمل الكمبيوتر أنا أنا كمان أنا مع النت سريع كان عندي كمبيوتر ما هنا ذاك السعر كنت جايبه بس عشان الدراسة أيام الحجر جبت أي شيء حرفيا حقار أرخص ما لقنا الزوم كان يقعد تقريبا عشرين دقيقة لازم أجي قبل المدرسة أشغل الزوم وقعد عنده أما أيد كررش مشكلة أقعد أيد من البداية فلازم أجي قبل الدراسة بساعة ساعة ونصف وقعد أجهز فيه أحمي الجهاز أنا صارت لنفس المشكلة خذيت برضو يعني كنا ما أخذين أي أجهزة كان أداءها ضعيف جدا كان حتى معالجها انتل سيليرون كانت ضعيفة ولا شيء تعتبر يطول مرة بس كذا شفت إذا دخلت صفحة كروم تبحث عن شيء ضغطت خمس دقائق على ما يطلع وحيانا حتى يقول لك كذا يجيك شعار من جوجل كروم يقول لك ترى الجهاز هنك فهل تبي تنتظر ولا تسوي خروج وكذا ما الوقت اللي هي المشكلة والله المشكلة تعلمو الشيء لا ترفيش أكثر في ممكن يقهض أنك لما تضغط X ويعلق لدرجة أنه يقول لك تبغى تسكر يوم بيض هنا أنت تعرف أنك تجبت العيد من جد لما تسكر لدرجة أنه يقول أنك تسكر يالله ممتاز ففاعدة عنك تشغل الزوم بدل أنك تصحى بدلي طيب لقد استعلمت منها الحمد لله لحين أندي بي سي كويس يعمل الزوم في صفر فاصلا صفر لا أحسن يسكر ممتاز ففي أنت سيلورن طبعا ما ننصحكم فيه أقل حاجة إذا كنت طالب تجيب اي فايف من الأجال الأخيرة أو يعني لو حاب تزيد اي سافن لو عندك أشياء مثل التصميم أو تسوي تسعمل برامج كثير ثاني نقطة وهي مهمة جدا كما كما المعالج مهم اللي هي الرامات لأن الرامات يعني تساعد مع سرعة معالج يعني لو عندك معالج سريع جدا وما عندك رامات كويسة فما في فايدة تقريبا يعني طيب عندي سؤال بس على موضوع المعالجات قلت لنا انتل هل تعرف أي شيء من رايزن؟ رايزن نعم شركة كويسة بس صراحة ما جرتها طيب AMD المعلومية AMD هي نفسها نكمل الآن مع الرامات طبعا زي ما قلنا أن الرامات مهمة مهم أنك تهتم فيها مثل ما تهتم بالمعالج يفضل أنه أقل حاجة تكون ثمانية جيجا للاستخدام البسيط يعني والحين عرضنا لكم صورتها على الشاشة هذه صورة رامات طبعا تختلف أحنا تيجي مغطة باسم الشركة وحاجة ذكية فطبعا الرامات مهمة لازم نهتم لها مثل ما نهتم المعالج يفضل ما تخل عن ثمانية جيجا رام وكل ما زيت طبعا كان أحسن وخصوصا إذا تستعمل برامج منتاج أو تصميم مثل ما قلنا أحدى عنده أسئلة جهازك ما هو مواصفاته ما هو كم الرامات وهذه الأشياء بما أنك شخص مصمم وعندك أشياء تسويها نعم مواصفاته انتل اي سفن جيل 10 و 16 كجرام يمكن مستقبلا إذا اتجهت العالم للثري دي الطرق أطور ل32 كجرام إن شاء الله ما شاء الله بتوفيق ثالثة نقطة هي ذاكرة التخزين طيب في نوعا ذاكرة التخزين HDD أو اللي يسمونه الخرص والصول بالتقليدي والSSD طبعا الSSD هي أسرع بكثير لأنه HDD لو تشوفوا وتبحثوا عنها تكون مثل تعرف صورة CD وجادس في دور فحاجة ممكن أن تكون زيادة يعني حاجة يدوية أما الSSD هي أسرع بكثير أسرع يعني بعشرات المرات وتساعدك في كثير أشياء بس في لها سلبية واحدة اللي هي أنه سعرها غالي يعني مثلا يمكن تشتري HDD واحد تيرا والSSD 128 جيجا بس تكون بنفس السعر فهذه حاجة مهمة بس يعني حتى لو كان عندك HDD بس يفضل كمان يكون عندك SSD عشان صورة تلك تلميحة أنا راح أتكلم عن سبب فارق السعر ما بين HDD و SSDD معاي نعم تفضل في موضوعي ان شاء الله طيب نرجع للمعالجات في عندنا نقطة ما تستعملوا انتل ولا راجل ولا اش تفضلوا أنا عن نفسي استخدم كوراي 5 انتل لماذا؟ لأنه كان شيء متوفر عندي وكان أخص شيء وقتها فأي هذا هو السبب عبدالله عبدالكريم أعطينا رأيك بمعالجات Ryzen على حسب بحثي فيها ما أشوف إنها كويسة إذا الكورات اللي عندهم تلقى كور ونص من ثلاث كورات من عندهم يسوون نفس عمل كور أو كورين من انتل كورين ونص من ثلاث كورين 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 بدي كورين هل تضkiej مجموعة صورة يأني لها مجموعة صور يضح لديك تحط صور عدة صور ايضا جاينا سؤال من سالم باجابر يقول هل ممكن من جوجل انها تدعم اجهزة الهواوي الحديثة في الهوشة بسبب الهوشة اللي حصلت ما بين هواوي و جوجل في احتمال كبير جدا انه مو براجع التعاوم ما بينهم فان انت مستخدم لجوالات هواوي يامنك تدبر لك طريقة عشان تقدر دخل ال اي بي كاي على جوالك بدون ما تخليه يتعرف على المصنع حق الجوال مشوار طويل او انك تستعمل المتصفح او اختصارات المتصفح مميزة موفرتها هواوي اللي هي فاست براوزر او الايكو براوزر يكون زي التطبيقات يكون عندك ايقونة تطبيق اليوتيوب بس لما تضغطها يوديك لما الموقع حق اليوتيوب او انك تستعمل البدائل مثل بدال جوجل مابز فتحوا بيتل مابز مسويتها هواوي كمان مسوين بديل لجوجل اسمه بيتل حرفيا قاعدين ينسخون كل حاجة من جوجل يحطونا هناك طيب عندي انا ملاحظة على جوجل ماب اذا احيانا جوجل ماب يعلق في الطريق او ما يوضح في بديل برنامج اسمه ويز افضل من ناحية مميزات ولكن طبعا مو افضل من جوجل ماب ولكن راح يكون بديل طبعا متوفر على اي او اس وعلى اجهزة الاندرويد على اي جهاز عندك يجب ان تنزل عليه طب هواوي ايش نظام تشغيل حقهم الجديد IMUI يستعملون من زمان ولكن الان ان شاء لو كل دعم جاي من جوجل اليه ايضا نقطة مهمة اذا تبغى تنزل تطبيقات بلاي ستور لانه للاسف بسبب كثرة التطبيقات الموجودة في بلاي ستور مو قادرين يدخلونها كلها في هواوي ستور ففي بديل اللي هو اسمه APK Pure عبارة عن موقع لها خلا نقول داتا بيس كبير من تطبيقات كثيرة التنزيل فيها ابطأ شويتين ولكن افضل من انه ما يكون عندك التطبيق اه تكمل موضوعك باقي عندنا اخر نقطة اللي هي عمر البطارية طيب بما انك طالب جامعة او مدرسة احتمال كبير تحتاج انك تاخذ اللابتوب معك او حتى لو كنت في البيت مع الاستهلاك البطارية يعني حرام تظلم نفسك و تضل طول يوم عند شاحن تبقى طول يوم مواقف عند شاحن جاهز تشحن لابتوبك منه تخرب عمر البطارية و منه يعني ما تقدر تتحرك وتتنقل براحتك فمن المهم انك تختار بطارية مناسبة قبل ما تشري اللابتوب يعني لا تقل اهميتها عن اهمية باقي المواصفات فلازم تختار بطارية مناسبة و يعني يفضل انها تكون ثمان ساعة فما فوق يعني ما تكون اقل من ثمان ساعة عشان هذه النقاط اللي ذكرناها عشان تختار لابتوب مناسب تراسة و هاي كان موضوع يتكون عافية طيب طيب فانت من الاساس اصلا جيب بطارية كويسة عشان ما تتخلب فيها بعدين اه تمام طيب العافية لانه كثرت الشحن اثناء الاستعمال تخرب البطارية نعم وباختصار اصلا الشحن يخرب البطارية غصبا عنك مهما كان كفاءة البطارية اثناء الشحن البطارية قادة تقول كفاءتها لكن بشكل بطيء الا اذا انت قاعد تستخدم الكمبيوتر اثناء الشحن هذا الشي رح يسرع عملية الخراب للبطارية شكرا جزيلا لك يا يمان على موضوعك اه يسرع اه 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 اه